موسيقى طبا مساءكم هذا الأسبوع وبالتحديد في الثلاثين من آذار حلت الذكرى الخمسة والثلاثين ليوم الأرض الخالد في هذه الحلقة لن نتناول يوم الأرض من حيث التاريخ من حيث الأحداث التي شهادتها منطقة الجليل والمثلث والنقب في العام 76 إنما سنتحدث في موضوع الأرض المازال لنا كعرب هنا في الداخل احتياط أصلا من الأراضي وكيف تتعامل إسرائيل معنا من حيث أن الصراع مع الصهيونية هو أساسا الصراع على الأرض لذلك هذه الحلقة ستقودنا إلى كوننة العنظرية في إسرائيل هناك كوانين جديدة هناك تعديل لكوانين كلها تقود نحو حرمان العربي من الأرض ونحو مصادرة ما تبكى من الأراضي العربية في هذه الحلقة معنا ضيفينا بروفوسور راسم خميسي مخطط مدن ومحاضر في جامعة حيفا والمحامي قيس ناصر وهو محاضر في الجامعة العبرية في الكدس أولا السؤال لبروفوسور راسم قبل الدخول في التفاصيل هل تبقى لنا نحن العرب في الثمانية واربين هنا مساحة وإحتياط من الأراضي أم يعني الحديث يعني يوم بالأرض والأرض 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 بالآخر يعني شو الوضعية اليوم تبعتنا أولا يعني ذكرى 35 يوم الأرض بتأمل تكون ذكرى لاستئناف نشاطنا لعمل تجنيدنا لزيادة الوعي هنا لفهم دورنا في عملية بناء مجتمعنا وتطويره ليس من أجل جلد الذات إنما من تطوير الفرص للتنمية بما يتعلق في موضوع الأرض مضبوط في مفاهيم كثيرة مخطئة جزء منها وجزء منها مصيبة لحيث أنه عادة أن نستعمل هذا المصطلح 2 أضبقى لنا من ملكية الأرض 2.5% أنا منطلقي إن كل بلاد بلادي أوكي هذا المنطلح ولكن في نهاية الملكية في نهاية الأمر يعني جرى مصادرة أغلبية طبعا يعني عملية عملية مصادرة الأرض وتحويلها من مفهوم من الملكية الخاصة لملكية الدولة اليهودية جرت على حوالي 5 مليون و 200 ألف دنم بما يتعلق في الأراضي اللي بسموها أراضي دولي أو أراضي مواد أو أراضي متروكة اللي نقلت من العثمانيين لعمليا الانتدام البريطاني والآن لدولة إسرائيل كتدير موضوع الأرض عمليا في حوالي 12 مليون دنم عمليا في أن أراضي اللي اتزادت خلال استمرار عمليا محاولة شراء أرض قبل قيام دولة إسرائيل من 1901 مع تأسيس الصندوق القوم اليهودي لحد الثمانية واربين لم يحصلوا على شراء أكثر من تسعمية ألف دنم ولكن بعد ما أقامت دولة إسرائيل تم نقل أراضي كذلك الصندوق القوم اليهودي وما زالت هذه العملية مستمرة كعملية نقل في داخل المؤسسات اليهودية المظبوط هذه التفاصيل كثير بتهمش المشاهد يعني المظبوط لأنه الأبحاث كتبت فيها برأي النقطة المركزية هنا كيف نتعامل مع واقعنا من حيث الملكية ملكية الأرض اليوم نحكي عن حوالي 720-30 ألف دنم بملكية عربية بملكية عربية وهذه غير موزعة بين العرب بالتساوي يعني حوالي 62% إلى ثلاثين العرب في اليوم مواطنين في دولة إسرائيل العرب الفلسطينيين هنا لا يوجد الأرض باستثناء الموقع اللي ساكنين فيه في إشكالية اللي تتعلق في أراضي النقب اللي بسنة 1969 دولة إسرائيل لم تعترف في النظام أو في العرف أو في التقليد أو في ملكية الأراضي على الأرض وأعلنت عنها كمنطقة تسوية ضمن مجال التسوية شو عملت؟ حاولت تسيطر على حوالي مجال 200 ألف دنوم سأأتي على موضوع النقب ولكن أيضاً موضوع النقب من احتياط الأراضي الموجود في النقب هو يساوي نسبة كل احتياط الأراضي الموجود في الجليل والموثلة أحوالي 700 ألف دنوم رح أاجي على أنا مزودة أفرق بين نقطتين نقطتين في ملكية الأرض وفي نفوذ السلطات المحلية العربية نفوذ السلطات المحلية بتصل لحوالي 700 ألف دنوم فقط في داخل مناطق النفوذ البلدات العربية 50% من الأراضي هي ليس أراضي خاصة يعنيها نقطة مركزية ثلاثة فقط الأراضي اللي يمكن البناء عليها والتطوير عليها بموجب المخططات هي لا تتجاوز الواحد في المية يعني هنا في فرق بين ملكية الأرض إدارة الأرض لبين تخطيط الأرض يعني بمعنى بمعنى أنه الأغلب ما تبقى من احتياط اللي ممكن نقول عنه أنه تابع للعربي داخل بلدات العربية داخل بلدات العربية دمن القانون ولكن هو أيضا يعود أيضا للمنهال ويعود أيضا لدائرة أراضي إسرائيل وما إلى ذلك هذا بكودني قايس لسؤال تاني يعني في السنتين الأخرانيات جرى سن كوانين جديد وجرى تعديل كوانين قائمي وكلها تقود نحو حرمان العربي حتى الاستفادة مما تبقى له من أراضي حتى داخل البلدات العربية في الحقيقة ما تحدث به البروفيسور راسم المعطيات عن شح الأراضي للمواطنين العرب داخل خط الأخضر هي معطيات معروفة وهناك دراسات كبيرة جدا ما أستطيع أن أقول أنه خلال الخمسة أعوام الأخية قامت حكومة إسرائيل بتشريع وبعد طرحها في الكنيسة طبعا بسن عدة قوانين تهدف إلى الإجهاز على ما تبقى لنا كمواطنين عرب من أراضي للتطوية والبناء وأبرز هذه القوانين ثلاثة أول قانون وما يسمى قانون استملاك الأراضي للمصلحة العامة وما نسميه باللغة العامية قانون مصادرة الأراضي الذي يسمح الذي يعلن بأن كل أرض صدرت قبل عام 85 أصبحت ملكا تاما للدولة تستطيع أن تبريعها وتعمل بها أي صفقة كما تريد القانون الثاني هو قانون ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل تحويل دائرة أراضي إسرائيل لمؤسسة جديدة ويستند هذا القانون الجديد إلى اتفاقية وأبرمة مع حكومة إسرائيل مع ما يسمى الصندوق القومي اليهودي الإسرائيل الكيرن كيامت لاستبدال أراضي في الجليل وأطراف البلاد مع أراضي في النقب بهدف تنفيذ ما يسمى مشروع تهويد الجليل والنقب والقانون الثالث هو ما يسمى قانون لجان القبول تحدث البروفيسور الخنايس بأن كل البلاد بلادي هذا من منظار مدنية أني كمواطن في دولة إسرائيل كل أرض عامة أنا كمواطن عربي أو يهودي أستطيع الدخول إليها فقامت حكومة إسرائيل بسن ما يسمى قانون لجان القبول إلى البلدات المختلطة قبل هذا القانون كان قضاء لمحكمة العدل العليا ما يسمى قضية قعدان التي سمحت من مبدأ المسواة حتى للعرب أن يدخلوا قرعة أقيمت لك قرعة يهودية كاملة فيقوم هذا القانون اليوم بإعطاء لجان القبول صلاحية كاملة بأن تقبل أي مواطن حسب مقييس تضعها هي وأبرز هذه المقييس قد يكون المستوى الرعيشي والخدمة العسكرية في الجيش وأيضا حتى في لجان قبول في البلاد معينة طلبت الصهيونية الثقافة الصهيونية كمقياس لدخول هذه اللجان كل هذه القوانين أضيفها أيضا إلى مخططات هيكلية وهي تعتبر حسب القضاء الإسرائيلي قانون كأي قانون آخر قطرية وروائية تحد بشكل كبير من توسع المواطنين العرب أبرز هذه المخططات كان المخطط اللوائي 14 للواء الجنوب الذي عمليا قام بمحو من المنظار التخطيطي من المنظار التخطيطي من محو عدد كبير من القرى العربية في النقب ولهذا أنا أقول أننا اليوم نحيي الذكرة الخامسة والثلاثين يوم الأرض ولكننا أمام مواجهة كبيرة للضال على بقائنا حلو حلو أمام مواجهة كبيرة وبروفيسور راسم يعني سألنا 65 سنين من قول السراع على الأرض ونحن أمام مواجهة وعمليا سنة بعد سنة الأراضي بتنكس تصادر تسن كوانين جديدة حتى الكوانين الكديم اللي كانت معمول بها في حال أنه كان فيها اختراقات قانونية أنك تغيرت توجهها مثلا عن محكم العليا وتستأنف عليها حتى هذه الثغرات عم بحاولوا يسدوها على أساس أنه نهائيا يلغوا أي إمكانية لاستئناف وأي إمكانية لأنه العربي على الأكل يستفيد من الأراضي الموجودة إذن هذه المؤسسة كيف بتفكر يعني كيف بتفكر لما تخطط كيف بتفكر لما تتيجي تصادر أراضي كيف بتفكر لما تتيجي تقول لك الصالح العام طب الصالح العام هو في عربي هنا طب العربي هو كمان من الصالح ومن العام كيف بيفكروا طبعا فيه فيه عدة مستويات يعني مشان نكون موضوعيين ومنحلل واضح أنه الفكر الصيوني فكر إحلالي أنا لخصته بممكن أقول حتى في ست كلمات إحلال المكان إقصاء الإنسان العربي الفلسطيني واغتيال الموروث الحضاري طبعا بس إذا نطلع على الواقع أولا نطلع على الإيش الإيجابي تبعات الأمور أولا إحنا كعرب فلسطينيين ازدادت سكاننا وازدادت احتياجاتنا وازدادت إحنا وتم توسع توسع مش كفاية في نوع من سياسة تمييز أي توسع يعني عمليا إذا بناخد الناصري مثلا أنا أضعطيك مساحة الناصري مساحة الناصري حوالي 14.200 دنم فيها حوالي 75.000 80.000 مواطن عربي نتسارة علية المستوطنة الجديدة الأقاموها في سنوات الستين هي عبارة عن 45.000 نسمين 45.000 نسمين ولكن تقوم على حوالي 55.000 دنم واضح أنه هناك نوع من عملية استخدام مناطق النفوذ كأداء لعملية تخصيصة للبلدات اليهودية على البحثات للبلدات العربية هناك كمان محاولات لمحاصلة العربية لخنك العربي لوضع العربي أنه كمان ييقاس يشعر بشعور بالليأس ولذلك هنا بالظبط نجد نقطة التحدي لأنه الوعي تبعا فاهم لها السياسة وتطوير نوع من أدوات واستخدام المساحات الممكنة من أجل قلب هذه القواعد اللعبة التي يجلزهم منها عمليا في كل التي تفضل فيها زميني قريس على موضوع الإقصاء الإنسان إقصاء الإنسان إقصاء الإنسان عمليات لما تعمل لجان لجان تخصيص اللجنة غربلة رجل من يفوت لأوين هذه ممنوعة أخلاقيا قانونيا وإنسانيا سيستخدم من أجل بالأساس ضد العرب وربما بعملوها بشكل أفق بكل المواطنيين بنفس الوقت هي عملية حصر الامتداد ولكن السؤال كيف نستفيد مثلا عشان لقضية مخطط قطري اللي نبدأ لما تعلق بالنقب جزئي لأربع على أربع للجنوب لثلاثة عشرين إنه هناك في مخطط في صراع داخله وأنا من الناس اللي كانوا موجودين في هذا الموضوع صراعت في داخله وبصارع ضده يعني مش حتى الاعتراف للقرى إضافية لتوسيع مناطق النفوذ لا عملية منطقة أبو بسمة كبلدات عربية اللي موجودة شو عملوا منطقة اللوائية ما فيش فيها تواصل إقليمي لازم يكون نوع من إعداد خرايط بديلة بما يتعلق يعني فيه تقسير فيه تقسير عند العربي يعني هناك مخططات للمؤسسة الإسرائيلية أنا ما بسموش تقسير لا لا في النقب بالذات المخطط واضح هو تفريغ العربي أكتر ما يمكن من مساحة الأراضي مصادرة هذه الأراضي وتجميع العرب في مناطق الأمور ما بتشتغل بطريقة كأنه فيه واحد بغدار وبيكبس على الزر والناس بتتحرك مش هيك بتشتغل الأمور بس هاي أرضي كايس كايس حتى قضية النقب حتى قضية النقب يعني مع أنه فوتنا على الموضوع بشكل متقدم كنت أفوت عليه بالآخر ولكن فوتنا على موضوع النقب المخطط واضح هناك مصادرة كل الأراضي لأنه مساحة الأراضي المخطط لا يصادر أرض هاي يعني مش هيكون ولكن المخطط هو ولكن المخطط هو أكي صحيح ولكن المخطط هو يلازم مشاريع تهويد ومشاريع مصادرة أراضي وبيجي المخطط في الآخر كأنه مخطط تطوير والتطوير يبقى المخطط ليس المخطط ليس مصادر أقول مصادر المخطط يعمل على تنظيم النقب من خلال توزيع الأراضي على أقصى ما يمكن لصالح المشروع اليهودي الصهيوني بتهويد النقب وطبعا من يدفع الثمن هو الوجود العربي في النقب لأن المخطط اللوائي كما تحدثت عنه هو مخطط يعطي الحيز الأكبر لتمهيد لتهويد النقب والثمن يكون باعتراف أقل ما يمكن من القرى البدوية والثمن الثاني هو طبعا تشتيت المواطنين البدو وتهجيرهم من هذه الأراضي التي يسكنوها كابرا عن كابر أنا أود أن أوضح نقطة في هذا الموضوع باعتبار أنا أرى أن المشروع الإسرائيلي من حيث توزيع الأراضي وتوزيع الطقات العقارية في البلاد ما بين العرب واليهود كانت استمرت على مرحلتين المرحلة الأولى بعد نكبة 48 كان المشروع الإسرائيلي ينقسم إلى قسمين الأول هو تأسيس الدولة اليهودية دولة اليهود والقسم الثاني هو منع العرب داخل الخط الأخضر ومنعه حتى اليوم من الحصول ولا حتى على أي فرصة للمطالبة بحكم ذاتي هناك دراسة للبروفيسور السموحة من جامعة حيفا قال بأن كل سياسة مصادرة الأراضي وقد خسر العرب بعد نكبة 48 نحو 50 إلى 60% من أراضيهم وفي حين كان يملك اليهود فقط 7% من الأراضي حتى عام 48 تملك اليوم دولة الإسرائيلية 93% يأتي هذا المشروع حسب هذه الدراسة إلى منع من خلال المصادرات وتضييق الخناق على السلطات المحلية العربية لمنعنا كعرب في الداخل منطالبة بحكم ذاتي بعد أن أجهزت تأكدت الحكومة الإسرائيلية من أن هذا الأمر لن يتم لأنها قامت العديد من المستوطنات وعملت على الإجهاز على أي مراكب للمطالبة الحكم الذاتي اليوم تعمل على تأسيس المراكب الثاني وهو تثبيت الوجود كدولة يهودية وهنا الانتقال من دولة يهودية الديمقراطية إلى دولة نحن كمحامين ومخططين حينما نواجه مخطط لوائي مثلا كلوائي الجنوب عليك أن تتعلم مع هذا المخطط على أنه مخطط يهدف إلى خدمة هذا المشروع من دولة يهودية الديمقراطية إلى دولة اليهود الديمقراطية يعني بين الدولة اليهودية الديمقراطية وبين الدولة الديمقراطية اليهودية كلها مسميات في نهاية الأمر هناك مخطط واضح وشط بالعربي ومحو العربي وما إلى ذلك. ولكن دعوني نرجع لهاي بعد الخروج إلى الفاصل. أهلا مرة أخرى. كنا قبل خروج إلى الفاصل. نتحدث عن كوننة العنصرية في إسرائيل. ارتباطا بيوم الأرض. وارتباطا بالتخطيطات الإسرائيلية الموجودة لمصادرة ما تبكى من الأراضي. وإقامة ما يسمى بدولة اليهود الديمقراطية. هل هناك دولة يهود الديمقراطية؟ هل الدولة نفسها ديمقراطية؟ عندها تتعامل مع العربي بشكل واتتعامل مع اليهود بشكل آخر؟ انتباطا بالأرض. واضح. كل هذه المصطلحات من المنطلق تبع فهم أنه هنا في مشروع كولونيالي إثني أجل يسيطر على الحيز. لا يجب أن نفوت للنخشاتها. لأنه هي السؤال. بعد ما تنعمل. كيف تتم الممارسة؟ واضح. أنه عملية أنه تتحول من أداء الأرض هي أداء لتنفيذ هذا الفكر وهذا المشروع. هل تتم بواسطة التخطيط الحيزة كأداء؟ عوضية نقل رقبة الأرض الملكية كأداء؟ عمليا مناطق النفوذ كأداء؟ كلها أدوات. يعني هاي موجودة مش بس هنا كمان في منطقة الضفة الغربية وغطاء منطقة الضفة الغربية. يعني في مناطق في نفس المناطق الضفة الغربية عملوا مناطق مجالس إقلينية على القرى الفلسطينية اليوم. يعني في تجاهل مبني ممأسس من أجل خلق نوع من ذهنية الغربة. ذهنية الغربة في داخل الحيز اللي أنت موجود فيه. وهذا المخطط. ولذلك الأدوات اللي تستخدم فيه هي واضح لتمكين اليهود على حساب العرب. واضح يعني إن كان والتخطيط هو أداة لتقسيم الموارد وعملية تقسيم الموارد لما أخذت نموذج الناصري العليا مقابل الناصري ناصري. نتسيرت إليه. نتسيرت إليه. في ناصري واحدة في الش عليا وتحتها. هنا تسيرت إليه في ناصري. المظبوط بتأمل تصير كمان الناصري العليا لأن هناك ربع من السكان إني عرب. أنا أخذر. أنا منحكي حيز. ما هو بلاشر يعني انظرنا هاي بلكليشيهات. لا لا هاي بشيك ليشيهات. هذا هذا واك. هناك من يريد لنا أفضل يقول أنه العكة الكديمة. لا 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 لا. هذا مش شيء. ما أكله بسياقه. يعني إذا الحديث بسياقه. أنا بالنسبة إليه في مدينة الناصري في قلبنا. في حيز حاضرة اسمها حاضرة الناصري اللي فيها تسعين ألف دنم. فيها مئة وثمانين لمئة ألف دنم. أنا كمخطط بدي أعدها لحوالي ثلاثمئة وخمسين ألف دنم. أنا أنا أريد أعدها لها تكون مدينة مركزية قلب. عربية؟ فيها سكان؟ والحكومة تتعاطى معك هذا الموضوع؟ تقبل الحكومة من الحكومة. هذا السؤال؟ لما كانت حدينا على المخططات تهيكلية. الحكومة اضطرت تعترف في قراءة. بسنة الألف وتسامية وستة وثمانين. لما أسسنا لجة الأربعين. لما بدينا نعمل مخطط بديل. أنا عملت مخطط بديل. كمان مشاركة لجة الأربعين. وعملته بلجة مؤازرة وحماية حقوقه البدء. بألف وتسامية وتسعة وثمانين. مع شد أزرو الأخ نور العقبي. مع الإخوان. حكينا عن تخطيط. لما بلد مثل دراجات. عملنا خططناها. ألف وتسامية وتسعين. أنا كنت هناك في داخل مع الأهالي. وخططناها. بل ألفين اعترفوا فيها. أنا لازم أكون تفكيري قوي. أنا لازم أكون تفكيري صاحب البلاد. أنا لازم تفكيري بالرغم من السياسات. في سياسات. وهذه السياسات لازم أواجهها. لازم أصرحها. لازم أفهم شو طبعتها. أفهم كل الأدوات تبعتها. وذلك كل السياسات بالنسبة لنا. ولأغلب المشاهدين. ولأغلب المفهومة. لأنها تمارس مش بس هون. تمارس في مناطق ثانية. وهي جزء من فكر كولونيالي. المركزية في الإنجان. من أين أجد؟ الإنجليز أجد وحطوها في 1921. ونقلوها ليس فقط لهون. كانت موجودة في الهند. نوجد في الباكستان. في نيجيريا. في مصر. تسوية الأراضي. هي جزء من أداة. السؤال المركزي الذي أنا دائماً أفكر فيه. كيف تطلع من هذه الإشكالية. لأنك فهمها وتتعالج معها. أولاً بإعداد ذاتك بالقناعات. أنه أنت بتواجه مشروع. بتواجه مشروع بدك تواجه مشروع ثاني. حكم ذاتي بدي يكون ضمن إطار اللي هي موجودة. قوانين اللي بتنعب فيها. يعني دائما حكيت عن محكمة العدل العليا. أنا من زمان بقولها. محكمة العدل العليا في موضوع الأراضي. هي لا يوجد بها عدل. لأنه عملية هي تقوم بأخذ القرار بموجب القانون. والقانون بأساسه. زي ما نتفضل الأخي قائز. أغلبية في الكنيسة سنت قانون. ولكن راسم اسمح لي يعني صحيح اللي بتحكيه بأي معنى. أنه هناك تقصير ذاتي قد يكون. لا مش تقصير ذاتي. هي عملية. قد يكون ولكن 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 في وضعية معينة. يعني حتى لو إحنا قاعدنا كعرب ونخطط. ونقول بدنا نوسع مثلا منطقة النفوذ بلاش الناصري. إم الفحم أو ما إلى ذلك. في عندك القانون الإسرائيلي. هل يسمح لك بذلك؟ في هذا الموضوع هذا ما تحدثت به ينداج في إطار العوائق والمعوقات. يعني درسنا الحالة أننا نعترف بأن هناك مشروع إسرائيلي منذ نكبة وحتى قبل نكبة 48 لتغييب ومحول وجود العربي. ويبكى الآن البدائل. وفي موضوع البدائل هناك عوائق كبيرة. وأنا لا أتحدث الآن كسياسي أتحدث كتحليل علمي قانوني. العوائق هناك عائقان أساسية في هذا الموضوع. العائق الأول يتصل بقانون التنظيم والبناء الذي ينظم كل قضية التنظيم والبناء في البلاد. وهو قانون التنظيم والبناء إلى عام 1965. والعائق الثاني هو عائق يتعلق في مدى تدخل المحكمة وبالذات محكمة العدل العليا. فيما يتعلق بقانون التنظيم والبناء. أنا من خلال تحليل قانوني لهذا القانون أستطيع أن أصارح بأن هذا القانون هو قانون سياسي. أنا أبني هذا الإدعاء على ثلاث دلائل. أولا تركيبة مؤسسات التنظيم والبناء. وهي مؤسسات لجان محلية ولوائية. ومجلس قطعي التنظيم والبناء. والحكومة هي أكبر مخطط أو المخطط الأول في البلاد حسب هذا القانون. حكومة إسرائيل. تركيبة المجلس القطعي التنظيم والبناء. واللجان اللوائية. وهناك ستة لجان في كل لجنة لوائية. الغالبية العظمى لهذه اللجان هي تركيبة حكومية من مؤثلي وزارات يأتون ليطبقون سياسة. الموضوع الثاني هو أنه المؤتمن على تنفيذ هذا القوانين من خلال سن الأحكام. وأوامر إدارية تنفذ هذا القانون. هو وزير الداخلية الذي يتبع لحكومة إسرائيل. الموضوع الثالث هو أيضا حتى اليوم. البيت من يريد أن يبني بيتا في الطيبة وفي الناصر. لا يمكن أن تبني حتى بيت من مترين أو ثلاثة إلا إذا كان يطابق مخطط هيكلي. يطابق المخطط اللوائي والمخطط القطري الذي قامت حكومة إسرائيل بالمصادقة عليه. أي أن هناك هرامية معينة تبدأ من البيت الصغير. بما معنى في نهاية الأمر لا يمكن بناء البيت إلا إذا تلاءم هو والسياسة حكومة إسرائيل التي نعكست في المخطط الأول. هذا فيما يتعلق في أن قانون تنظيم البناء مع أنه قد نجده للمشاهد العادي أنه متساوي مع العرب واليهود. ولكن التطبيق هو يعبر عن سياسة حكومية. العائق الثاني وهو عائق قضائي. أنك مع كل هذه الشكوى والمظالم التي ندعيها على السياسات وعلى هذا المشروع. لا يمكن أن نعول على المحكمة الإسرائيلية في أن تحقق لنا ما نريد. المحكمة الإسرائيلية أولا من مبدأ فصل السلطات لا تستطيع أن تقوم بعمل السلطة التنفيذية. الموضوع الثاني فيما يختص في قضايا التنظيم والبناء. هناك قرارات قضائية كاملة جدا من مئات القضايا قصرحت بها المحكمة أنه في قضايا التنظيم. الذي قد تندرج في إطار المهنية أو البروفيشنال للجان التنظيم. لا تتدخل المحاكم إلا في حالات نادرة جدا. وبالفعل الحالات التي تدخلت بها المحكمة كانت نادرة جدا. مثلا في قضية المخطط للوائي الجنوب. المحكمة بعد التماس إداري قدما من المواطنين من خلال مؤسسات حققية. في المرحلة الأولى قالت بالفعل على الحكومة أن تغيه هذا المخطط بعد أن تستمع إلى المواطنين. قامت الحكومة بالاستماع عن المواطنين. وبنهاية المطاف اقترحت مخطط يمحو غالبية القرى الموجودة في نطاق هذا المخطط. في نهاية الأمر ما يجري هو هو مخطط يعني يأتي عليه مسبقا المؤسسات المصرية مسبقا. عارف إلى أين بدأت وصل. ولذلك يعني حتى يعني كل لجان التنظيم والبناء حتى الكترية هي بالآخر لجان سياسية. يعني تخدم هدف سياسي وتنفذ هدف سياسي. طب واضح. من شخص نعمل برنامج. نحن عارفين هذه الشغلة. يعني هذا الأمر معروف. كيف أنا كعربي أريد أن أتطور؟ كيف أريد أن أتطور؟ يعني أنت قلت لأنه بس تطاعت أتطور كيف؟ الدراسة أثبات على ذلك أنه من أتطور ولكن ليس كفائية. ليس كفائية. على مساحة أرد بكثاب الزكانية مخيفة. أنا معك. نحن مش مختلفين في موضوع السياسي. ومش موضوع موضوع الشغلات الإشكالية. كيف تتجاوز هذه المؤيقات؟ يعني تفضل أخ قيس على موضوع. أنا أعملت دراسة في 2010. على موضوع كيف تتعلق كيف تمثيلنا في مؤسسات التخطير. وعدم تمثيلنا في مؤسسات التخطير أداة. هي أداة. ولكن إذا في تمثيل. هل يحسن إداءنا؟ يعني الزمن الأخوة الموجودة في رجال التنظيم. لأنه يقل لي. ولكن ما كان عربي واحد مقابل أشياء يهودية. الأنجلات اللي نسموها ممكن. ممكن. ولكن بالرغم من هذا. في جزء. ما هو؟ فينا مشروعين. إما مشروع صدامي. وسيدها بقول لو إيش. لو إيش إحنا أنا كمخططة أشتغل. ولو إيش محامي. ما هو أنا عارف. دروح للمحكم. أنا عارف تقريبا القرار. أنا عارفه. مش مهم الساذج. وإذا كيف تتعامل معها؟ واضح أنه في مساحة. واضح في مساحة. من شأن الأمور تتغير. ذهنية المواطنة. في أنسنة هذا الفكر. في تعديله. مش سهل. ولكن هذا يعدي أنه تحدي. تحدي فكري. تحدي أخلاقي. وإحنا كعرب فلسطينيين. لدينا نوع من أخلاقية في مطالبتنا. كمجتمع أصلاني. كصاحب الأرض. كصاحب هذا الحيز. هناك مشروع. الذي يجب أن يعمل إخصائك. بإخصائك. هناك نوع من قوانين. التي يتم فتحه. وهنا العمل على مستعدة مستوى. أولا. أنا أسميه المستوى الدولي. هناك مجتمعات موجودة. هناك إمكانياتها. هناك إحتياجاتها. لما دولة إسرائيل أجد ضمن الأو سي دي. اليوم ممثل الأو سي دي. يقول لها. وكفة. أنت بديك تعمل التمثيل إلينا. في عليك شروط. إذا هذا بحاجة إحنا. نعد أنفسنا كمجتمع. ونبني ألنا. شو متطلباتنا. ونواجه كأداء. أداء ثانية اللي نحكي عليها. هي عملية أولا. من بيعش أرضنا. جزء مننا من بيعش أرضنا. ندير بنا عليها. لا لا لا. إذا تطلع على تقارير دائر تراضي إسرائيل. إذا تطلع دائر تراضي إسرائيل. تمكن واحد في المية. أنا بديش أدل واحد في المية. أنا شراسم بنادي بكل الأهالي. أدل واحد في المية. لأنه لما عملية المشروع. اللي تفضل فيه. ممكن يكون قانوني. تفضل عملية القانون المصادر. 1985. مصبوط. من أجل إيش. ما يطلع إليك طلب أثر رجعي. يعني معروفة. رقبة الأرض. ولكن تستمر عملية مدارة أراضي إسرائيل. إلى صندوق القوم اليهودي. بواسطة شركة هامينوتا. بشراء أراضي. عقد صفقات. كل العملية تبديل الأراضي في منطقة المركز. اللي فيها على طلب كبير. تظل منطقة الأطراف. مشاهدة عينها كمنطقة تحريج. مثلا تامة. مخطط قطر رقبة 22. هي أداة لعملية حصر امتدادك. ولكن أنت بدأك تعد نوع من نفسك. ومن نفس الوقت لجهن تنظيم محلية. سلطات محلية. أما أنا برأيي. ولكن بروفسور راسم. هناك قوانين جديدة. تحد من إمكانيات مساحة التحرك. كايس لما نحكي عن تعديل قانون مسارة الأراضي. إنه من الـ 85 ما صدره. ما قبل الـ 85. تسترجعه. إذن حد منك. أخذت الدوري بملكيتها. هذا اللي حكاسته قبل شوي كايس. هناك طرق. قانون دارة أراضي إسرائيل. الأم. قانون أساسي. 1960. قانون أساسي. إذن لما أسسه. مثلا. اليوم هناك قانون. اللي هو التعديل للحمل في سنة 1909. في لجلة الميزانية. قررت أن تعمل التعديل اللي عملت. قالت هيك. الأراضي اللي تم تأجيرها لفترة 49 سنة. اللي هي 880 ألف دنم. يمكن لمن استفاد منها واستأجرها. يمكن ينقل رخبتها إله. ما اليوم موجود. أنا أتمنى على أهلنا ينقلوا. هذا الفكرة. ليس عدد خليل. عدد كبير. إن كان في الناصر. إن كان في كفر كنا. إن كان في كفر ياسيف. إن كان في. يعني إذا لم يتحرك. مثلا. إذا لم يتحرك. فيما يتعلق بالقانون الأول. قانون مصادرة الأراضي للتوضيح فقط. هذه القوانين كلها أيضا. تأتي بما يسمى قوانين التفافية على محكمة العدد العليا. لأنه في كل هذه القوانين. كان لمحكمة العدد العليا قرار مبدئي في هذه القانون الأول. في القانون الأول. قانون مصادرة الأراضي. كان هناك قرار مبدئي يسمى قرار كاسك. والذي صرحت به المحكمة. إنه إذا لم تستعمل الأرض للغاية التي صدرت لأجلها. أو إذا استنفذت المؤسسة الغاية التي صدرت الأرض لأجلها. يستطيع صاحب الأرض المطالبة بإعادتها لملكيته. لحيازته. فلالتفاف على هذا الموضوع. لالتفاف على هذا الموضوع. قامت حكومة إسرائيل. نتحدث عن. كما قلت. 50 إلى 60% من الأراضي المواطنين العرب صدرت بعد نكبة عام 1948. فحينما رأت حكومة إسرائيل بأن تطبيق هذا القرار. يعني أنها ستعيد كمية هائلة من الأراضي إلى الأياد العربية. قامت بسن هذا القوانين. الذي يلتف على محكمة العدل العليا. وهو يسن قرار واضح. حد زمني واضح. كل الأرض صدرت قبل عام 1985. على أصحابها أن ينسوا منها تماما. القانون الثاني الذي تحدث عنه البروفيسور الخمايسي. قانون دائرة أراضي إسرائيل. يمكن دائرة أراضي إسرائيل في الأماكن المطورة. على الأراضي الذي معدد اخطيطيا كأماكن للتطوير منها. أن تبيع بيع التام. أن تعطي الملكية في العقار المستأجر. بأجارة طويلة الأمد. إلى من يستأجر هذا القرار. هذا ماذا يعني؟ أن اليوم في المناطق التي أقومت. وأنا أطرافها حاليا باسم الدكتور حنى سويت. في التماس مبدأ على هذا القانون في محكمة العدل العليا. في حي أقيمة في كرمئين. وصدر من أراضي لمواطن عربي من قرية ألباني. واليوم بفضل هذا قانون. ضغط تعديل الجديد. اليوم خسر أي إمكانية ليطالب بأرضه من جديد. أيضا فيما يتعلق في قانون لجان قبول. أنا علمت أنه مؤخرا في الأسبوع الماضي. قامت مؤسسة حقوق الإنسان وعداله ومؤسسة حقوقية أخرى. بتقديم التماس دستوري يطعم في دستورية هذا القانون. هناك تحلق قضائق طويل. ولكن أنا لا أعول كثيرا على محكمة العدل العليا. لأن محكمة العدل العليا في أي حالة هي متهمة بأنها بعد أن قامت بإبطال نحو سبعة قوانين. متهمة بأنها اليوم القاضي والحاكمة والسلطة التنفيذية. أي فترة باراك. أنا أيضا لا من باب الاتهام القاضي باراك. ولكن أنا لست ساذجا ولا أحب أن أكون ساذجا. محكمة العدل العليا في فترة القاضي باراك. ومع كل الاحترام الشديد له كقاضي دولي على الصعيد الدولي. خدمت أكثر من أي وقت مضى المشروع الإسرائيلي داخل الخط الأخضر. لا أنكر أن هناك كان قرارات مبدئية خدمت المواطنين العربين في قضية قعدان. ولكن على المدى الطويل من ينظر ويمعن النظر ويدقق النظر في الميراث القانوني الذي تركته لنا محكمة العدل العليا في العقد الأخير. نرى أنها خدمت كثيرا المشروع الإسرائيلي في تضييق الخناق على المواطنين العرب. طيب نرجع بس نطلع كما مرة فاصل. فاصل. عدنا مجددا إلى الحوار. الحوار يدور حول التعامل المؤسساتي الإسرائيلي مع العرب في الداخل. من حيث الأراضي. من حيث التخطيطات الهيكلية. من حيث التطور. هناك تطور طبيعي أصلا. يعني العرب في ازدياد من حيث عدد السكان. ولكن مساحة الأرض هي في تقلص دائما. هناك كثافة سكانية موجودة في كل المناطق والتجمعات التي يسكنها العرب في الداخل. يعني قبل أن نطلع الفاصل. نحكي عن المحكمة العليا. وكأن المحكمة العليا. وهذا أيضا هي محكمة مسيسة. أيضا السياسة تلعب دور بالذات في هذه الدولة. هذه الدولة كل شيء فيها ليس طبيعي أصلا. في نهاية الأمر. نأخذ قضية الليد بورراملي. حكينا عن قضية مثلا النقب. طب الليد بورراملي ما تبقى لهم. أحياء مجموعة أحياء من مساحات واسعة قد صودرت وتم هدمها وما إلا ذلك. واليوم اللي حقين هنا على حي هون وحي غد. حتى البيوت نفسهم ليهد مهارة. بالضبط الحديث عن ألوف البيوت التي فيها قرار للهدم. إذن لوين الوضع الراحين. لوين الراحين إحنا. يعني أنت بتقول لي قبل شوي تصادم. مش أنا اللي بدي التصادم. الدولي. أولا قبل ما أجاوب لهذا السؤال. أنه في المشكلة اللي حكي على الموضوع براك. أنا عندي قاعدة وكتبت بمقالب ألف وتسعمية ألفين وثلاثة. ألفين وثلاثة على ما هو تهويد الحيز. أنه كيف ذهن محكمة العدد العليا. وبما في ذلك براك. هو مجند لشرعنة مشروع من خلال قوننته. كيف؟ بواسطة القرارات. القرارات لما يقول قرار قاعدان. ما يعملوا بشكل عام. قال هذه الحالة العينية من ناحية أخلاقية. أنا أحكي بس. أنا مشاهدي أعرف أنه قاعدان. قاعدان هو حالي كان أنه طلب السكن في منطقة. استوطرة كتسية. بالضبط. المنطقة كان معدية بس لليهود. ولكنه استأنف للمكن العليا. حتى يلزم أنه يسكن هناك. والجملة الأولى اللي افتتحت اللقاء فيه. لما قدت أنا بقول للبلاد إليه. إحنا كعرب فلسطينيين ننظر أن هذه البلاد بلادنا. لازم يكون حرية الحركة فيها وحرية التوطن فيها. لكن ليس حرية. هذا السؤال. هل لي أنا حرية اليوم؟ هل لي أنا حرية اليوم؟ يعني عندك اليوم قانون جديد. ولكن اسمح لي. عندك قانون جديد. حتى المراكز الجماهرية الجديدة. إنه ممنوع فوت. كيف يكبلوك؟ لجنة كبول. شو يعني لجنة كبول؟ هل أنت تتماشى مع القيام الصهيونية؟ هذا بأكد أني أنا منطلقي. منطلقي وفهمي أن هذه البلاد البلادي. تذويت هذا المفهوم. تذويت هذا المفهوم مهم جدا. لأن هناك مفاهيم ثاني يقول أن أتقلص. أنا ضدها. أنا مع أن هذه البلاد البلاد البلاد. كيف تحقق إنجازات؟ هناك مشروع ثاني. من خلال القوانين. من خلال محكمة العدل. من خلال السياسات. من خلال عملية المدن المهددة. ليس المدن المختلطة. كل هذه السياسات تقيق عملية مشروعها من أجل إخصائي في داخل عيز أصغر. وهنا التوجهين. قيته. هل تعشوكم قيته؟ ولذلك كيف تتعامل مع هذه الأمور؟ كيف؟ هنا يأتي فكر. فكر. لما تتعامل معها. أولاً لما تتعامل في اللد والرملي. واضح مواطنين اللد والرملي. إنه مواطنين أصلاً إنه. يعني لما يحكوا لي. على أول مدينة جديدة بنت في فلسطين. هي الرملي. والرملي على فكرة من شان يكون للمشاهد يعني. إذا رحت أنا. إذا رحت أنا بهذا الإدعاء للمحكمة. للمحكمة العليا. أقول لهم إنه الرملي هي أول مدينة فلسطينية. بيرد على رمليات. كيف أحقق إنجازات أمام هذا المخطط الذي عمله شوي شوي. يوكل من وجودي. يوكل من المساحة اللي أنا عايش فيها. من الحيز اللي أنا عايش فيه. من عدة أمور. أولاً يكون فكر. يكون وعي. الفكر والوعي إنه مجند لخلق نوع من هذا مهم جداً. مهم جداً. لعملية هذا نفق بتطور الأدوات. تتجاوز المعيقات. معيقات كثيرة. واضح إنه معيقات كثيرة. حكينا عليها. وكثير من اللقاءات. وموجودة محلات مختلفة. باللد والرملي. المجتمع لازم يبدأ يتنظم. أنا عديت مخطط لإحياء البلد القديمة في الرملي. 2009. يوان لفي ما بدوش يسمع عنه. بدوش يسمع. رئيس بلدية الرملي. ما بدوش يسمع عنه. ما رافض الالتقاء. طبعاً. عدينا مخطط بديل. جندنا إله ناس تانيين من خلال اللي بصموها اليونسكو. من خلال مؤسسات دولية. بموضوع اللد. واضح إنه فيه نوع من شكاليات. وبدنش. عملية فيه نوع رغبة لمحو. في عدم اعتراف في هاي الأحياء. عدم عملية إخصائن. عملية إفقارن. يعني مدينة مثل الرملة. مثل اللد اللي موجودة في قلب الميتروبولين. المفروضة تكون إيش؟ مركز نبض حيار. ولكن هنا بيجي أولاً تنظيم المجتمع. تنظيم المجتمع يكون واعي. الخلق نوع من النخب. في داخل هذا المجتمع. تبدأ تفكر كيف تواجه هذه السياسات. تبدأ تتنظم بالأدوات. في جزء منها. أدوات اللي بسموها ديفيدوف. كتب مقال. تشتغل. تقاوم من خلال المؤسسي. وتقاوم ضد المؤسسي. تقاوم من خلال المؤسسي. المؤسسي نفسها تفرد عليه سياسي. كيف؟ لا. مثلاً. أنت المؤسسي. نحن اليوم باحتياجاتنا كعرب. اليوم مليون وثلاثمائة وخمسين ألف مواطن. بسنة الألفين وثلاثين بدنا نكون حوالي مليونين ومتين ألف. حسب الإزياد طبيعي. طب إحنا بحاجة إلى إيش؟ لمدن جديدة. بحاجة إلى قرى جديدة. بحاجة إلى حياة جديدة. أسه مثلاً. الأرض اللي تم مصادرة بالست وسبين. في منطقة التنطور. اليوم في حديث. على أنه تقام مدينة جديدة أربين ألف. للعرب. السؤال. هل أنا عزز هذا الأمر؟ وأجي أمشي معهم لنحقق لي؟ أجي أقف أقول هذا سياسة مصادرة. سياسة كذا سياسة كذا. هنا لازم نعرف كيف نتعامل مع القواعد حتى نكسب مع الفرص. أنا أعرف من تفاصيل أن بلدية الناصر عندها مخططات هيكلي استراتيجية لسنة 2020. ولكن المؤسسة الإسرائيلية لا تتعامل معها بجردية. أنا أعديت المخطط لتنمو لبلدية الناصر. لا تتعامل معها. إذن هناك كايس. هناك سياسة عليا. المبدأ حتى تتعاون معك. حتى لو أنت جاهز ومخطط وما إلا ذلك. يجب أن تقرد حضورك عليها. يجب أن تقرد حضورك عليها. مع كل السورة القاتمة والقبيحة التي وصفناها بشكل موضوعي. لا سياسي. عن وضع القائم. أنا أؤمن أن هناك في كل القوانات. القنوات التي يستخدمها المشروع الإسرائيلي للتهميش العرب. السياسية والتغطيطية والقضائية. هناك مساحة من التهرق. على الصعيد السياسي كما قلت. علينا أن نستنفذ كل القنوات السياسية. لتغييز سياسات التخطيط المعمول بها لدى حكومة الإسرائيل. وذلك إما من خلال نواب العرب. إما من خلال حركات سياسية ميدانية. ومشارح مؤسسات التخطيط. والأمر الثاني في هذا المجال هو أيضا العمل على زيادة وجودنا كعرب في هذه المؤسسات. مع أني أنا أشك أن يستطيع عضو أو عضوان من العرب أن يؤثر على سياسة كاملة. حتى أغلب العرب اللي فاتوا بهذا اللجانة التنظيم أو اللجانة التخطيط المال. لذلك هم استقالوا في نهاية الأمر. لأنه في النهاية ما جرش التعاون معهم. علينا أيضا من ناحية التخطيطية أن نقوي العامل ما يسمى بالتخطيط البديل. أنا لا أؤمن أن اليوم قامت بعد عداث أكتوبر عام 2000 التي استشتلا بها 13 شاب عربي. وبعد أن قامت لجنة التحقيق الرسمية لجنة أور بالتصريح بشكل كامل بفصول كاملة من تقريرها. بأن العرب يعانون من أزمة سكن كبيرة جدا. قامت الحكومة بمشروع تخطيط 34 قرية وبلدة عربية. وكانت تخطيط إلى سنة 2020 أي أن الحكومة تود أن تضع التنظيم والحيز من ناحية الأرض. والتخطيط لنا كعرب حتى عام 2020. وأنا أقول بدل أن يأتي مخطط من تل أبيب ليخطط لي كابن الناصر وابن كفرسميع وابن البقيعة والطيبي. نحن لدينا التقاط الكافية بأن نقوم بوضع تخطيط بديل أو تصور تخطيطي لنا كعرب لأن يصطدم تخطيطيا لا سياسيا لأن يصطدم تخطيطيا مع هذه المخططات. على الصعيد القضائي أيضا أنا أؤمن. أنا كمحامي لا بد أن يفهم المشاهدين وكأنني أتخلى عن القنوات القضائية. أنا بالفعل أكثر من استعمل القنوات القضائية أولا لإلزام المؤسسات الإسرائيلية بالتخطيط لنا وبتأمين الحق بالمسكن لنا كعرب. وهذا قمت به بالطيبي واللد ورملي وفي دهمش. ولكن أنا أؤمن أكثر من ذلك. علينا تدويل كل هذه القنوات السياسية والقضائية والتخطيطية. علينا تدويل قضية الوجود العربي داخل الخط الأخضر. إذا كنا نؤمن أن القنوات السياسية والقضائية والتخطيطية مقيدة نوعا ما داخل إسرائيل محليا. علينا أن ندول القضية. ماذا نعمل للتدويل؟ في نهاية الأهمية. في نهاية الأهمية. أريد أن أذهب إلى الأمم المتحدة. أريد أن أذهب إلى الأمم المتحدة. المعركة الأساسية. هل هي هنا؟ ولا كمعركة بره؟ ما حدثت بالطورات عربية في الفترة الأخية أثبت للعالم أن في عهد جديد أصبح التعامل مع الأقتليات. وحتى مع المواطن العادي لم يأت شأنا داخليا للدولة. ونحن كعرب اليوم كمواطنين أصليين في هذه البلاد. كأصحاب البلاد وكمجموعة كبيرة من البلاد. التعامل معنا وتضييق الخناق لنا. والمحاولة على محو وجودنا وعلى تهجيرنا لم يعد شأنا داخليا لإسرائيل. حكينا عن أزمة السكن بروفوسور راسم. حسب الدراسات الأخيرة. يقولون أن العربي في الداخل بحاجة فورية لحوالي خمسين ألف وحدة سكنية. التي هي نقصة. ليس واصل لألفين وعشرين. يمكن أن يصبحوا مع التزايد والسكان الطبيعي وما إلى ذلك. وما إلى ذلك. هناك مخططات. أرجع باليئة الناصري. عندها مخططات لإقامة أحياء جديدة. وبعدها بعملوا من ناحية المؤسسة عرقيل وراء عرقيل وراء عرقيل. مرات بفوتوا. يعني أنا أعرف من قضايا معينة. بفوتوا. بدنا نفوت سكة حديد من هذه الأرض. بتروح كمان سنتين. خلصنا من سكة الحديد. بيأتي بكلنا نفوت خط باص. بدنا نوسع شارع. إذن دائما دائما في هناك حجج لهذه المؤسسة. حتى لا تتطور أنت داخليا. حتى لو كان عندك مخططات. يعني لأواحة بده شي خلينا تعلم. يعني لا أتعلم. بدي أتعلم. رحم الله والديك. إذا عمليا في فرق بين أدور على المعيقات. وأعظمها وأقول بغدرش. لبين أدور على الفرص وأعظمها. وأتجاوز المعيقات. يعني هاي نص الكباية الملانية. نص ملان ونص فاضي. فين دي نص ملان؟ بدي أستغله وأقول إن هذا مستغل. ونص فاضي أحاول أعبيه. يعني شو دخلت سكة الحديد في إحياء حي في الناصر في جنوب البلد؟ منطقة صناعية. بدأك التفصيل منطقة صناعية. لصالها بلدية الناصر. صالها بلدية الناصر. لطالب حوالي خمسة عشر سنة عشرين سنة. بقامت منطقة صناعية. على الأراضي اللي ما بين صفوري والناصري. وكل مرة كان هناك حجة وعرقية من المؤسسة. حتى لا تقام هذه المنطقة الصناعية. واضح أن المنطقة صناعية هي تطوير. هي كمان موارد مالية ذاتية للبلدية. ولكن في أفضلية. هذا يزيد مشاريع في داخل البلد. هذا بتأشياء الحكومية. أنا مخطط وأنت مش مخطط. أنت إعلامي. استألنا لما بدأك. تفاصيل. أنا بعرف أكثر منك. وأنا بهذه الأمور. بالتخطيط. رحم الله والدك. لذاك أنت بدأك تتعلم مدينة. أنا الناصر بالنسبة إلي. هي مدينة في رمزية. يجب تعميق الناحية الوظائفية. الناحية السياحية. هذه أفضليتها. ولكن ما نفرغ المدينة مثلا. من أنها تكون مركز. لوائي وخدماتي. هو يقوي اقتصادها. مين المخطط؟ مخطط من شأن حصر بلدات العربية. وخلقة أخطيحة. ومناحة العربية. وقدية ديمقرافية. وأدعافة اقتصادية. ألف وثمانمية. لما أنت كوي اقتصاديا. إذن كمان كوي من ناحية التخصيطية. والتوسع والتطور. كتب كتابه. واضح أنه التبعية الرقابة والضبط. نظرية موجودة. نظرية كولونيال. دائما كمخطط كأنك تلاحظ بالتفكية. ليس فقط تحليل الواقع. تحليل الواقع رصده. كمان بحاول أفكر كيف أريد أن أطلع من هذه الشغلة. كمخطط. أنا هيك بفكر. عادة ما بعمل أمور نظرية. يعني بعمل أمور بشكل اللي ممكن أنجزها بكرا الصباح. لما الأخ قيس حكي عن 34 بلد. أنا قدمت أساس أدين هذا المشروع. وأنا اشترطت أن يكون ثلثة من المخططين عرب. ثلثة مخططين. جزء من أداة مواجهة. 34 بلد عربي جديد. 35 بلد. تخطيط. تخطيط. وافكوا. وافكوا. جزء منها تصدقت. جزء منها معيخة. جزء منها فيها مشاكل. جزء فيها عملية. إذا أنت في مستويين. في مستوى السياسة العامة. السياسة العامة واضحة أن هنا بالتوجه العام الفكرة الصهيونة. يريد أن يخصيك. يريد أن يحسرك. يريد أن يتطور. أنت موجود في واقع. موجود قادر تتطور بشكل طبيعي. نوع من الصراع بين التجاهين. أنا أدفهم. أدفهم حتى لا. يعني كمان أنه. ما يطلعش إشي. أنه نواهم. وكأنه إسرائيل وافقت على إقامة أربعة عدين بلدية. لا. 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 بناء على دراسة عدناها. إذ واحد وستين بلد عربية. ما كانش فيها مخططات هيكلية تتناسر محتياجاتها. بلد قائمة. بلد قائمة. بلد قائمة. مثل. مثل. سخنين. لا. طبعا توسيحة. بالمقابل أعدينا مخططات لإقرار بلدات عربية غير معترفية حتى يعترف فيها. ولحد دسة من ناضل من أجل الاعتراف فيها. وصلاح أنه سنستمر الناضل. زي ما أنا قبل الأسبوع كنت في الضفة الغربية. على أساس أنه أخطط قرى 149 بلد. أبديت أخطط ب 26 بلد فلسطينية عربية غير معترف فيها. هذه جزء من عملية أدوات أنا كمهنة مسياس. واجب أعمل هذه الشغلات. وأستخدم هذه الأدوات. تأتي كيف تعرضها. تعرضها في عندك مستويات. مستويات مش بس أن ندولها بمفهوم علم الأمم المتحدة. لما إحنا بكنا حضور مهنيين عالمي في جمعيات عالمية. نعرضها من نشر في العالم. هذه جزء من الحضور. جزء من عملية أن تستخدم القانون الإنساني. مثلا اليوم في التخطيط المنسجب بسموه. هذه جزء من أداة. جزء من عملية تأتي تعمل نوع من ندوات ونوع من اللقاءات في داخل مجتمعنا. ونوعى لأدواتنا. ونفرق بين دورنا كيف ننمي الحي الموجود عندنا. وكيف لا نبني بالشارع أو نبني بالأراضي العامة. لبين نبني أراضي نوسع مناطق نفوضها. هذه جزء من الأدوات. جزء من أدوات أنك تشارك مؤسسات التخطيط وتكون واعي لسياستها. وتحاول تغير سياستها بالضغط. بالرغم من ثقة لك المحدود. ولكن أنت تخلق معها من أداة وحضور. هذه جزء من الأداة. جزء من العملية تكون مندوب كسياسيين كرؤسة سلطات محلية. عمليا أنه لجان تنظيم محلية. ما يقول سفا دخلتني إش. لما ينطلب أن يكون رؤسة مجلسة محلية يكون في لجنة تنظيم محلية أو لوائية. يكون هناك في حضوره. رأسة لجان محلية عربية اللي بتصدر الرخص. هو لجب أن يكون للحضور. يعني هنا عملية شو؟ بدي يتفكر من عقلية اللي هو ما يتعلق اليتيم اللي ما فيش إلوه. لعقلية مجتمع. أنه أنا مش أشلاء مجتمع اللي تم تشريده بعد الثمانية وأربعين. أنا مجتمع إلي مكوناتي. إلي حضوري. إلي مركزي. إلي واقي. وعند القدرة. أحدد أولوياتي ضمن ظرفي. لما تتغير السياسة راح أحاربها. يعني عند القدرة. قويس. أخر شيء اللي وصلنا للنهاية. يعني عند القدرة. كيف يقول البروفيسور راثم. أنه هناك إمكانيات. ولكن على ما يبدو. هناك تقصير ذاتي إذن. ولا يجي القانون بلبس شغلة ضد العربية. التقصير الذاتي موجود. لا يمكن إكثر. ولكن لا يمكن الإدعاء بأن هذا التقصير الذاتي. هو المسبب لما نعانيه اليوم من مأساة الوجود العربي في البلاد. كما قلت في بداية حديثي. الموضوع التنظيم والبناء هو من خلال القانون والمخططات. وفي نهاية الأمر قرار سياسي. يجب مجابهته بالأدوات السياسية. لتأتي الأدوات القانونية. مثلي كمحامل. ومثل الأستاذ ذراسم كمخطط. لتنسجم بشكل كامل مع العمل الميداني. ولكن هناك ثغرات. إذن هناك ثغرات. إذن هناك ثغرات. إذن إحنا مكسرين. إذن مش فيهتين فيها. أنا أريد أن أعطي مثال بسيط. بسيط جدا. وهو يعبر مأساة كبيرة جدا. مثلا. ما يسمى بشارع عقم ستة. شارع عقم ستة. هو عملية خديعة تخططية. لم يكتشفها العرب إلا مؤخرا. حينما صردت كل أراضي شارع عقم ستة. أعتبر العرب أنه فقط مصادر. وهذا الشارع سيخدم كل البلاد. ليتبين اليوم لنا. نحن من تعاملنا مع مخططة مثلا. مدينة الطيبة. وكفر قاصم. بأنه في المخططات الهيكلية. هناك بند واضح. أن شارع عقم ستة. هو حد تطور هذه البلدات العربية. مثلا. في مدينة الطيبة. تبقى غربي شارع عقم ستة. مئات الدنومات. التي لا يمكن للمواطنين العرب الطيبة. أن يستعملوها. فيما يتعلق بالأربعة وثلاثين. مخططة البلد العربية. حدثنا عن بلدات العربية. المخططات الأخية للبلدات العربية. قبل هذا المشروع. كانت في سنوات السبعين وثمانينات. بعد أكتوبر 2000. قامت الحكومة بالتخطيط لهذا المشروع. تحديث التخطيط في البلدات العربية. ولكن أنا أقول كمحامي اليوم. أن هذا المشروع. لن يحمل للعرب في الداخل أي بشرة جديدة. لأن اليوم حسب هذه المخططات. لا يمكن إصدار رخصة بناء واحدة. إلا بعد إعداد وإقرار مخططات. هيكلية إضافية. وحينما سنستطيع أن نستطيع. أن تكون هذه المخططات. متخلفة. إزاء الإزدياد السكاني للعرب. أنا أقول أن علينا كمحاميين. ومخاططين وسياسيين وميدانيين. أن نكثف الجرهود. للتعامل بما لدينا محليا. لمجابة هذه السياسة. وكما قلت بالتزامن مع العمل. بالضبط يمكن علينا أن لا نستنى الواقع تتقع. كضية تهدم البيوت. ما نعمل؟ نستنى البيت تينهدم. ونذهب إلى مساوم مظاهرة. لماذا نعمل شيء قبل أن ينهدم البيت؟ نحن نفسي. وعرف زمله كثير. وما في ذلك قايس. أقول إحنا كأيات سياسية. هل تحضرون لذلك؟ كمان هيات سياسية تشتغل. لن يكون. هذه هي جلد الذات. لأن العملية ليست أبيض وسود. العملية مركبة أكثر. كلها يتنا قاعدين من نعمل. كل واحد من الثغر في الثغر يتشتغل. ولكن لا يوجد كفاية. لا يوجد كفاية تكثيف. ولذلك أنا من الناس اللي بيقولوا واضحيت للصورة المشروع والسؤال مش من بابه يقول مقصرين طبعاً فيش أي مجتمع في العالم المقصر كمان الأمريكان مقصر كمان اليهود بيقول مقصرين ولكن السؤال شو اللي بدنا إياه لو أمنا نصل أنا برأيي عنصر عملية أن نكون وعيين ونكون مخصين في عملنا ونقدر نقيم نطلع على الفرصة الموجودة وننميها ونطورها وبنفس الوقت نواجه يعني ذي إيد تشغل على تنمية الفرص وإيد ثاني تزيل المعوخات طيب يعني وصلنا عملية لنهاية البرنامج بتأمل أن نكون أعطينا صورة أو جزء من الصورة اللي موجودين فيها أولاً أشكر حضوركم ضيفينا بروفصور راسم خميسي مخطط مدن ومحاضر في جامعة حيفا والمحامي قيس ناصر المحاضر في الجامعة العبرية في الكتس عزيزي المشهدين إلى اللقاء آخر وفي نفس الموعد في الأسبوع القادم مني رمزي حكيم ومن طاقم البرنامج كل التحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر